لم تغلق بعد فصول النهاية الفوضوية لحرب العشرين عاماً الأمريكية في أفغانستان فقد أماضت الخارجية الأمريكية للثامة أخيراً عن تحقيقها في فوضى الإجلاء في صيف 2021 خلص التقرير الأمريكي الرسمي الذي طال انتظاره إلى أن عمليات الإجلاء واجهت عرقي لعدة بسبب عدم وجود إدارة مركزية للأزمة كما أشار التقرير إلى أن كبار المسؤولين في إدارة بايدن لم يتخذوا قرارات واضحة منذ البداية بشأن إجلاء الأفغان المعرضين للخطر خلصت التدقيق الخارجية أيضاً إلى أن التغييرات المستمرة في التوجيهات من واشنطن أربكت بنحو كبير عمليات الإجلاء التي تطلب تدشين جسر جوي ضخم لإخراج ما يقرب من مليون ومائتين وخمسين ألف مواطن أمريكي وأفغاني ومن بين الأمور أيضاً التي أعاقت إلى حد ما لاستعداد للأزمة وتخطيط الاستجابة لها هو خشية الإدارة الأمريكية من إرسال إشارة خاطئة توحي بأن الولايات المتحدة لم تعد تثق في الحكومة الأفغانية وفي صفحات التقرير ذكر أيضاً أن إدارة بايدن صرحت مراراً من قبل أن وباء كورونا أثر بشدة على العمليات داخل السفر الأمريكية بأفغانستان خلال الأشهر التي سابقت الانسحاب بما جعل من الصعب معالجة التأشيرات الأمريكية الخاصة للأفغان الذين يخشون انتقام طالبان كما خلص التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية لم تجهز خططها لعمليات إجلاء فورية بسبب اعتقاد الاستخبارات الأمريكية أن الحكومة الأفغانية آنذاك قادرة على الاحتفاظ بالسيطرة على كابل لأشهر على الأقل بعد الانسحاب لكن واشنطن وقفت مذهولة بعد ذلك أمام واتيرة سيطرة طالبان على الأرض وعلى السلطة فواجهت سيناريو إجلاء عنيف لم يكن في الحسبان